اشتركوا في القناة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة كان للقنابل اليدوية دوراً محورياً لدنو الأطراف من بعضها خصوصاً عند عمليات اقتحام المتارس والتحصينات المعارك احتدمت بشدة في جبهة حصل القد وسوار الأعلى والأسفل القريب من الخط الأسفلتي حقق خلالها أبطال القوات الحكومية تقدماً واسعاً في مختلف المربعات كما قاموا بتمشيط المناطق التي تم السيطرة عليها فيما تمكنت الفرق الهندسية من انتزاع وتفكيك الكثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في المناطق المحررة نحن في المتارس الأمامية وعذرنا على هولاء العبوات من قبال العدو ترجمة نانسي قنقر